السلام عليكم البنات كديرين لباس عليكم ماش خباركم كانت مننا تكونوا بألف خير وانتم ما كنتشاهدوا هاد الفيديو تكون اليوم يكون دازع لكم حسن من اليوم اللي فاتوا الله يرفع لنا البالاء والواباء ونعيشوا ونرجعوا نعيشوا كيفما كنا دائما هذا هو الدعاء ديالنا ودائما تحت الشعار نبقى في داري اليوم ان شاء الله البنات كيفما كنتعرفوا ما عرفت شو قشاتي تحط هاد الفيديو في اليوتيوب المهم يعني بارتاجيت معاكم الصيام ديالنا ديالنا الخنس نوجة الفطور لا يتقبل مننا جميع يعني عارفوا بأن الناس بزاف ساموا لا يتقبل مننا المهم بارتاجيت معاكم شي حواج اللي هي مفيدة لك أنا أنا متأكدة بأن بعض المبتدئات غديفيدهم بزافتين معلومات هنا يا واللي أنا شي حاجة ما كنديرها إلا وكنكون مجربة ومعتمدها فضاري فابقوا شاهدوا هاد الفيديو حتى النهاية وإلى عجبكم أراكم عارفين عشنو غديديرو بلما نوصيكم إذن مرحبا بكم مرة أخرى معايا المهمة لبنات أول حاجة غدي نبدأ بها نهاري هي أنني غدي نعجين الخبز دابراني بدي سمع الوحدة ديال الدهر راني عجنت الخبز هو اللول كيف عارفتوا راني معتام دائلان في الخبز راعجنتو مهم دلكت العجينة ديالي ودرت الخميرة ما كنديرش الملحة في اللول كنخلي حتى كن نجمع العجين عاد كندير الملحة باش ما تعقز ليش الخميرة صافي كيف ما كنت تعرفو دي ما كانت الكل العجينة مزيان معروف علينا اللي عندها العجانة صراحة تستعمل العجانة يوصى في هدية العجينة ديالي البناتان إلا ما تيخطانيش دائما إلا تنذيرو ومبقى معتمدة نفس الطريقة تنذير ذاك البابي كويسون في اللاطا صراحة للأسف أنا رجلي لي مخرج باش يجيبوا ليه ملقاه في حتى شي بلاصة فطررت أني ندرغي القديم غير اللي كان عندي قديم هو اللي درت هوا كما كتشوفو هذاك القديم اللي كان عندي هو اللي درت ولكن ما قدرش نستغنى على هاد طريقة البنات مهيم في نفس القصرية غادي نعجي نعود ثاني واحدة العجينة اللي صراحة زوية كتتخرجي منها ثلاثة ديال الحويجات تقدريت طيبية ثلاثة ديال الخبز يعني أنواع ديال الخبز اللي يجي مختلف في الماضاق وخا نفس العجينة غير طريقة ديال الطياب هي اللي كتغير الماضاق مهيم درت الفينو كما كتشوفو دائما الفرص الطعف ديال الفينو درت الخميرة من بعد ما دلكتها عضفت الملحة وبديت كنعطيها ثاني تندلكها مزيان تكتولي لينة على هاد شكل المهمة البنات خليت العجينة ديال كترتاح ورجعت باش ندير معكم الصوبة ديال الخضراء اللي كان حماق عليها أنا وليداتي صراحة واحدة راجلي صراحة شي حاجة اللي عزيت علينا بزاف كنعتمدوها بزاف رمضان كندير فيها القرعة ديال الكسكسو وكندير الخضراء اللي كانت متواجدة عندي في الدار كنح وجهت لي نقصي الندابة ولكن يعني راكم عارفين الضروف ما يمكنك تلقي كل شيء بحل البورو كنت ندير فيها حتى البورو الكرافز بنسبة الخيزو البنات انا رضرت حتى خيزو إلا كان عندكم القلب ديال الخيزو هكا كسفر يعني في اللون ديال الخيزو ما تحيدوش وإلا كان خضر حيدوه وانتا نقطع ديال الخيزو شربعة خيزوية وانتا نقطع ديال الخيزو بنات وكندير الحمرة ضروري كنبغي ندير الحمرة لانه غنية صار حديك اللي كانت تكون حاسية المهم كنبغي نقطع منها لانه ريحة ديالها تجي مش هداف صوبة ما سيبغيوهاش ليدراري بطاطا البنات غتشوفني ادرت بطاطا انا ولديك يحمقوا على بطاطا كيبغودك لوغو ديال بطاطا فصوبة كنديرها ولي ما بغيهاش مي دراج مهم البنات كندير البصلة ادرت بصلة متوسطة كندير ماطيشة البنات كننقيها وكنحيد لها الزريعة انا معروف عليها كنحيد زريعة من ماطيشة في اي استعمال انا نقيت هدرت جوج ماطيشات متوسطين تقدروا تديروا واحدة كبيرة وحاولوا تكون حمرة يعني ذلك ماطيشة اللي كانت تكون حمرة الى ما كانتش طافية تقضيه وبنسبة لتومة البنات انا دبابة في الظروف اللي احنا فيها كنتهله في التومة مزيان في الطياب درت ربطة ديال المعدنوس ووحدة الكميشة ديال الجلبانة اللي غصلتها مزيان بنسبة لتومة اذا ثلاثة الفصوص صغار تقدروا تديروا غفص واحد كبير البنات بنسبة لعطرية كنديروا الملح رام معروفين الملح حسب الضوء انا كان قلل الملح على البنات كندير زيت الزيتون كندير حساس من البنات ولكن ما متوجدش عندي استمندابة يعني مكاينش درت شوية البزار ما تكتروش البزار اللي انا كتبان فلاسوب كتبان لكم البزار كيبان لوقو ديالو درت الخرقهم البلدي ودرت تحميرا درورية تحميرا كدتعتها واحد للون زوين درت شوية وحضر اسمع القادية السكينجفير ما كان كتروشته وكي يمرر لنا الصوبة يعني العطرية كتبان صراحة في الصوبة كنقللوا منها كندير المال يكون غليان يعني في البلاسة كندير المغليان سنروي مزيان وباقي الخضراء ستلقل لي المادية اللي احتها هي صافي غدي نصد عليها وغدي نديرها على بوطة على العافية اللي تكون مهيلة ونخلي على خطر هالطيب هالطغية كالطيب ما كتاخدش الوقت وغتو لوقيت هذه الخضراء كلها تبرك اللي ماشاء الله مزيانة عندما شوفوا العافية يعني انا عقصها مزيان هذه اللي غدي نطيب عليها الصوبة على طول الوقت حتى كنش مريحة الخضراء مزيان البنات انا غدي نتاقل ليكم تاني انتاقلت ليكم لعني التخليطة اللي غدي نفرق بها العجينة ديالي بالنسبة للزبدال البنتي لك انتو غات تخدموا زبدال نباتية حاولوا تخلوها تاخد حرارة المطبخ وما تدوبوهاش صراحا ما كتجيش زوينها مني كتدوب ما كتعجبنيش المهم انا ديالتي ما كنت خرجتها ورقاصها غدي نخدمها شوي بيديها درت زيت المائدة وزيت الزيتون خاليت ديالهم ونفرق بالفينو هذه هي العجينة ديالي البنات من بعد ما رتحت لي واحد العشرة دقايق يعني ما تخليوهاش ترتاح بززاف يعني تخمر بززاف ما تخليوهاش ما تخليوهاش ما تغفلو شي ديها مهم غدي نقسم نحاول نقسم الكوائرات ديالي الواحد الاقصام اللي يكونوا متساوية باش نخرج انا البنات هات القادية دي درتها غيع عليكم باش تعرفوا بياله هذه العجينة نقدر نخرج منها بززاف الحويج انا كتعولا نرغي حاجة واحدة ولكن قلت علاش لما نبارتاجيش مع البنات الحويجات دي ممكن نخرجوا من هات العجينة هادي البنات كنت شدوهم كارولي وهم بحلقة كندرون على شكل باقية هات الشكل هادا كما كنت شوفوا معايا كنتمنى يتكون طريقة واضحة مزيان صراحة الطريقة اللي وريدكم ده بكلها كندروا احنا يا الامازيغ مهم البنات كمدوا نصرحوا الباكيتا اللولا حاولوا ما تدروا مش عشك الباكيتا تكلهم لانا ضغيك يخمروا باش ما يتلقوش ليكم يعني فيما باي تخدموها تخرجوا من هالهو دي لها صراحة كتجوكم سهلة يعني انا رولي تغيض وكتلاتة الولي لان اغنزرب عليهم غيبقوا لديك ثلاثة اخرين فيما بغيت ندير واحدة نرولي اللي قبل منها سافي كنحلوهم على تشكل هادا كتجي سهلة العجينة مني كدلكيها مزيان صراحة كتجي سهلة في الخدمة كندهن بالزبدة واخرانا دير الزيت كنحاول نغطسها ونعسها في الزيت ونهزغير الزبدة نكتر الزبدة كنحاول هكا نضرب سبعاني بحال هكا ندير دوك الفجوات بسبعاني كندير الفينو وكنطويها على جوجي على تشكل هادا سافي سافي كنطويها بحكا ما كنخليهاش بزاف يعني خسني نزرب بزربة خطكم تكون هادا القادية ما كتبغي لا ترتاح لاشي شي حاجات الطريقة ما كتاخدليكمش الوقت بزربة كتوجد يعني كنتو زرباني في كاسكروت ولا كنتو زرباني في عينجا عندكم طيافة هادا هادا الخبز هادا ضغية كيوجد مهم نفس الطريقة كنكمل بيهم قاع العجينة اللي عندي هنا البنات خديت الباقيطة اللولة كيف ما كتلكم غنحاول نورقها معاكم نحل شوية ذلك الباقيطة ركت جي ساهلة وحاولوا البنات واحد لاستويس العجينة حاولوا ما تجريوها شوية 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 شدية يعني شوية ما تجيش غرية ما تجيش قتحة بزاف سافي البنات كمدان نورق بها الطريقة هادا وندير زبدة وندير الفينو كمدان نوروليها على راسها نكمل رولو كامل نحاول نضرب بصف عاني و نورق بهم و نحاول سطح العامل يعني الرخامة ندهنها تهي بزيت باش تسهل معي المؤمورية ما تخليش العجينة ما تقطع لكم موالو و إلا ما درتوش في الرخامة ندروه في القصرية تهيك جمزينا أنا أصلا كنت أختمها في القصرية غير حين تبغى نصور لكم درتلكم في الرخامة مهيم بنفس الطريقة اللي بنت كانت بإمكاني نحيد هاد المقطع ولكن خليته باش تباليكم مزيان بنسبة المبتدئات يباليهم طريقة مزيان كيفاش خدمت هاد العجينة مهيم كنكملوا الرولو ديالنا الباقيتة ديالنا كنرولوها على راسها مزيان صافي و نديروا نفس الشي الزبطاء و الفينو نضيفه نضيفه و نكمل كيفاش تجي كاميرو ليا زوينة صراحة تجي سهلة سهلة بثاف نكملهم نقطع واحدة على جوج باش نوريكم الطريقة اللولى و نكمل أخرين بنفس الطريقة و نكمل معاكم المراحل و الأشكال اللي غنخرج من هاد العجينة أنا البنات راني كملتهم أنا خرجوا ليستة دا بغن ناخد وحيدة اللي غادي نقطعها لكم على جوج باش ننتو مكتح تحكموا في الحجم كيف ما بغيتو و دونهم كبار ديروهم كبار أنا غادي ندرجوه صغار لأن أنا دايجة يلا الله البارح كلينه هادا ما بغيتش نكتر منه يلا البارح تدرتو صافي غادي ندوز باش نراني كنسخن المقلع ندوز باش نطيبهم لكم باش تشوفهم و كيجوا ما تخلوهم لا يخمروا لحتي شي حاجي لبنات ما كيخمروا ما والو في البلاسك كي تطيبوهم كيجوا بحل ملوي و ما تضروا ما والو فيهم الخميرة صراحة أنا هادا كنفضلوا لاذاك الملوي صراحة والله العدمي هادا كنفضلوا لاذاك الملوي كيجي مقرمش و كيجي تقطع بسهولة كيجي شيش صراحة انا دهنت المقلع بشوية ديال الزيت باش ما تلصق لي انا ديال جغس لها صافي غا نحط المقلع عندي ركتها الزجوج غادي ندير جوجاتي طيبو في مره صافي و ابنات بنسبة لعجينة ما تخليوش الفوق ديالها يعني السطح ديال هاكا الملويه تكت نشوف بزاف اللي خليوها باقي خدرش و يقلبوها بحالك كيما كتشوفوا و حاولوا ما تضغطوش عليها من يتكونوا كالطيبة ما تضغطوش عليها يشوفوا كيف الشكل اللي بطابو يأتي غزالي و يقوم بقرم شين صراحة مهم البنات هذا الامازيغ يسميه بوشير باش يكون في علمكم و كل واحد شنو يسميه هنالبنات من بعد ماء طابل يا بوشير يشوفوا كيف يأتي انا اكسبر اخلاق كي نصدع اخلاق الصوت باش تسمعوا تقرميشة دياله كنتمنى تكونوا سمعتوها صراحة كي يأتي غزال و كيجوزوين و تكونوا سخون و ما قادراش نحليكن ولكن اتبارك الله كيجوزوين و يجيو مورق و خفية الخميرة مهم سخون و ما قادرش نحليكن قمت منى تجربوه صراحة رهزوين و لا تضرش فكنت منى تجربوه مهم ابنت ترجعت العجينة ديالي اللي كنت تخليص قبل مهم غادين نشد واحدة غادين نقرسها بالخالات ديال نقوم بتقريب الاثورس والفينو حفظة نقوم بتقريبها نبعها جديد نقوم بتقريبها في مقلة نريدها جرطبة وايضا نقرس مقلة انا سنقوم بطبيط المقلاة في المقلاة سنقرسهم في مقلاة سيقوم بطبيط المقلاة سنقوم بطبيط المقلاة و لكن الشيشه يحصل ببنين قررسوه في المنديل فرقتهم بفينو و دقيقة في المقلاة الخبز التي عجنت معكم في المقلاة خبزة في الفران خبزة في الفران خميزة في الفران خميزة في الفران قطعها حرشة خبزة في الفران الأغلبة أعدني أجل الحرشة أحضرت المائدة خبزة في الفران خبزة في الفران خبزة في الفران نحتاج الى المعضاق في المعضاق تحتاج الى الخبزة القبضة كيك و الحرشة بالفاني هذه الريحة غزلة أتمنى أن تجربها و تستفيدوا من هذه الوصفة بالنسبة للطبوط التي قررتها في المنديل و سخنة المقلة جيدة سوف نجعلها طيبة على عفية تكون توسطة نحاول أن نقلب العجينة و هي بقى خضراء نحاول أن نقلبها في الأول و العجينة بقى خضراء المهم أنتما كيف يجي يجي رائع من بعد ما طعب فهو هذا يجي هشيش البنات و تقطع غب و هذا عزيز على جدتي للناس الكبار الذين لديهم مشكلة في السنان و الفم هذا الشيش يجي تقطع غب و يجرطب والبنات هذه السوبة من بعد ما بردت و طحنتها في الخلات الكهربائي و أعود أن نضعها بإذن الله يجعلها تقيلة و يجعلها تشرب و يجعلها تكون خفيفة و يجعلها تقيلة و يجعلها الماء جيدة و نصلق في البيض و السوبة سوف ينطفع هذا هو الفطور و أنا قد 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 أعطي البيتزا لا تشركك معكم و هذا الأمر و سعبدوا عجينة سحرية و هذا العجينة سعبدت هذا الكيك لن نشعلها و أنا من عشاق الكوك مهم هذا هو الفطور ديالنا ديال اليومة ديال الخميس واحد شعبان كنتمنى يكون هذا الروتين ديال اليومة وهد شي اللي قطعت يكون فادكم وصلنا لنهاية لفديو ما سخدش بكم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته